يبدو أن كورونا بدأت تخفف من قبضتها على التجارة العالمية وتبتعد التأثيرات السلبية بشكل ما عن مستوى أو مجال التجارة العالمية في الربع الأول فكيف كان أداء التجارة العالمية ومستوياتها في الربع الأول من العام الجاري ربما سجل مؤشر تجارة الصلع لمنظمة التجارة العالمية أعلى قراءة منذ إصدار المؤشر في عام 2016 سجل 110 نقاط وأربعة من عشر وهذه القراءة هي الأعلى منذ إصدار المؤشر في يوليو من عام 2016 حجم تجارة البضائع عالميا ربما ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بـ 75 من عشر في المئة مقارنة بالأرباع السابقة في الربع الرابع من العام الماضي فقط 17% وتراجع بـ 95 من عشر في المئة في الربع الثالث من العام الماضي هذه القفزة هي الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2011 ربما هذه الارتفاعات أتت بسبب استعادة النمو في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بالنسبة لمستويات التجارة العالمية كيف تبدو مكونات مؤشر تجارة الصلع في يوليو؟ الشحن الجوي ارتفع وسجل 114 نقطة في المقابل شحن الحويات أيضا سجل 110 نقاط وثمانية من عشر المواد الخام 104 نقاط وسبعة من عشر منتجات السيارات 106 نقاط وستة من عشر وتراجع طفيف للمكونات الإلكترونية عند الـ 112 نقطة وأربعة من عشر ربما هذا التراجع يأتي بسبب مشكلة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي يشهدها العالم وطلبات الصادرات أيضا سجلت طباطئا عند 139 من عشر ماذا عن المخاوف حول التجارة العالمية في المستقبل؟ ربما التقرير المتعلق بمؤسسة التجارة العالمية يرى أن هناك بعض من المخاوف حول عودة الإغلاقات مرة أخرى بسبب انتشار متحورات كورونا كذلك أيضا يرى التقرير أن هناك زخما سعوديا شهدته التجارة وقد يكون وصل إلى ذروته هناك أيضا اضطرابات نراها في سلاسل التوريد كما نشاهد في الصين بعد حالة من إغلاقات بعض الموانئ لانتشار متحورات دلتا وكذلك الضعف المستمر في الخدمات ومقياس تجارة السلع للـ WTO يشاهد الارتفاع بمعدل متنقص وكذلك طبط النشاط الاقتصادي إذن كورونا ما زالت تحكم قبضتها على التجارة العالمية ولكن بعد التعافي ربما نشاهد مزيدا من الارتفاع ترجمة نانسي قنقر